سيناريو انتل الجديد بين الجير العاشر والجير ال 11 تقريبا عملية تكرر بالجير ال 14 بس انا حاسه عمليه زداد سوء عملية نصب مبكلة بمعالج انتل 13900 كي و لوحات الجير ال 14 بصراحة ما بتبشر بالخير والسلام عليكم و اهلا وسهلا بكم بحلقة اخبارية جديدة بداية مع عملية النصب المحترفة يلي صارت مع شخص كتب بوست على ردد وشرح فيها السيلفي كل اياتا واللي صار معه هون انه بعروضات شهر 4 يلي عادت انا بيعملها موقع امازون سنويا و بيبيع فيها معظم القطع يلي هي بتكون مرتجعة من الزباين لاي سببا اللي كان طول ما هي كانت شغالة امورة تمام بيرجعه و بيعرضها مرة تاني للبيع و غالبا بتطلع منه لهيدي القطع بمصلحها حلوة لانه ممكن تكون هي القطع جديدة بس اوبن بوكس يعني يلي اشتراها فتحها ما عجبت القطع اما رجع عملا ريفوند واخد فلوسه هيدا القطع امازون بيبيعوها مرة تاني المهم انه صديقنا هون يلي كتب مشكلته على ردد راح اشترى معالج 13900 كي من امازون من هيدر القطع اللي هي بتكون مرتجعة ركبوا عنده على التجميعة وشغال عليها زي اللوز من دون اي مشاكل نهائية لحد ما من فترة بسيطة اكتشف انه هيدا المعالج 13900 كي ما عم يعطيه كامل اوتو ما عم يعطيه كامل الادائي اللي هو بديم منه فراح عمل بنشمارك للمعالج اكتشف انه هو منصوب عليه ممكن بأزكى طريقة ممكن انه هي تكون وواصل له معالج الاي سابين 13700 كي وهو دافع لمعالج الاي نين 13900 كي واللي صاير هون على الضبط انه المشتري الاول يلي هو اساسا عمل ريفوند او عمل عملية الارجاع اخد المعالج وعمل له دي لي دينك وبدر الاي اتش اس يلي هي القطع المعدني اللي بكون مكتوب عليها كل مواصفات المعالج ورجع اعاد المعالج على البوكس وكأنه شيئا لم يقن عادي ما صار شيء يعني فعليا هو كل شيء اي نين البوكس عندكم اي نين المعالج مكتوب عليها اي نين الفاتورة امازون كل شيء اي نين عادي ما كأنه تغير عنده شيء بس هو فعليا المعالج تبدل لالاي سابين 13700 كي بدل 13900 كي وانتبه انه هيدا المشكلة كلها على بعضها انت المزنبه فيها اصاب على الاتهام كلها هون بتتوجه على قسم التشييك من بعد الترجيع يلي هو بكون بموقع امازون او بالمواقع يلي عادة بتبيع اي قطع زي كانت هاردور او غيره لانه هنه هدر الاشخاص يلي بشيكوا على المعالج او على القطع المرتجعة بشيكوا على حالته بيرجع بيعرضوه مرة تاني للبيع اذا كان صالح لحتي اللي هو ينبيع بس انك انت تعرضوه على اساس انه هو اي نين 13900 كي بس هو بالفعل 13700 كي وما تكون انت مختبره وعارف الغلط اللي صار في له هيدا المعالج هون انت بقى بتكون عمالة تهدم السقة مع المشتري لانه ما بقى حيرجع يشتري منك ولا قطع اوبن بوكس انك انت ما شيكت علي من الاساس صراحة الموضوع فيه عبط من كل النواحي يعني اللي اشترى المعالج من شهر اربع من ايبرل ما حسب الفرق لشهر تسعة هلا لحد تالي قرر انه هو يعمل البنشمارك ويكتشف هيدا الشغلة اولاوي يعني هو هيدا المشتري ما داقت عليه الدنيا ولا مرة انه هو يدخل على التاسك مانجر يشوف المعالج عنده ادي الشغال اموره تمام لانه بكون مكتوب اسم المعالج هو هو ما دخلت ولا مرة على البيوز حتى تدفعه للأكس ام بي ففي شي يعني هون بتحسوا انت غير مريح يعني هيدا هو اقصى طموحك بالنصب انك انت بس تعمل نصبه على مية وتمانين دولار يعني خليه يكون في عندك زكا بعد شوية اكتر من هيك وبدل معالج ال اي نين بمعالج اي ثري مثلا هيك بتصير النصبه منطقية اكتر شوية صغيرة بس انك انت تشيل معالج اي نين وتركب محله معالج اي سفن ويفرق معك الموضوع على مية وخمسين ولا مية وتمانين دولار صراحة أنا شايفة نصبية هبلة يعني من كل النواحي المهم لنرجع على الجد شوية صغيرة أنه أنت لازم تدير بالك كتير منيح من هيك نوع مواقف صراحة أنا ما بقدر شخصياً أقول لك ما تشتري بقى من أمازون أو ما تستغل هيدا النوع من الفرص لأنه بشكل عام أمازون من أكتر المواقع الموسوقة لأننا بنعتمد عليها وأنا شخصياً بيستغل هيك فرص open box قطعة مثلاً فيها مشكلة بسيطة بيخضن هيدولي حتى تقدر وفر فينا على قد ما بقدر من الفلوس فأنا ما بقدر إليك ما بقيت تشتري من أمازون بس اللي بقدر إليك هيه هلأ أنه شيق غرضك أول بأول إذا كانت قطعة غالية وحساسة تحاول أنك أنت تصور عملية فتح البوكس تصور عملية الاختبار لحتى اللي بحال كان في عندك مشكلة ترجع فيها لخدمة العملة وبتصير عملية الإرجاع أو عملية تصليح المشكلة عندك أسهل بكتير ولنبقى هلأ مع إنتل بس مع مع معالجات الجيل الـ 14 وهلأ كلياتنا نحن متفقين أنه معالجات الجيل الـ 14 هيكونوا هلأ بس ريفرش لمعالجات الجيل الـ 13 على نفس المعمارية، نفس التفاصيل، نفس عدد الأنوية، نفس الكاش اللهم بس الصراعات ارتفعت لـ 6 جيجاهرتز يعني حرفيا هلأ كل اللي عملوه بمعالج الـ 14900K أنه مسوح الكلمة 13900KS لأنه هو بنفس هيد المواصفات سجل علي 14900K فيه شوية كامل أوفر كلوك على باقي المعالجات لحد معالج الـ i9 وغالبا معالج الـ i3 حيبقى على نفس الأداء، هذا لو كان فيه أساساً i3 يعني أنا ما شفت شي بالتسريبات بس لو حيكون فيه معالج الـ i3 14100 حيكون هو على نفس أداء معالجات الجيل الـ 12 والجيل الـ 13 لأنه أساساً ما كان فيه فرق بيناتهم نهائياً فعادي أساساً هن الطبعة الاقتصادية كلية الشركات ما بقى عملها تهتم فيها بالشكل المناسب مع أنه هي أكتر طبقة تشتريب أي قطع خاصة بالكمبيوتر بس مشكلتي أنا مش هول نهائياً يعني أنا متقبل أنه الشركات تعمل ريفراش لقطع كانت موجودة أساساً عندها حتى ما تترك السوق فاضي وممكن يكون عمال يحضروا للأجيال يلي بعدها وعادي يكون الفرق بالأداء بين الـ 5 إلى 8% حقلك ماشي ما هو بنهاية الموضوع اسمه ريفراش ما هيعطيك يعني فرق أداء يعني 30 و40 ولا حتى يوصل للـ 20% وحنشربها ونقول أنه هن مثل ما قلت لكم عمال يجهزوننا للأسطورة يلي هو الجيل جديد إذا كان جيل 15 أو شو ما بدون يسمونه بس تجي أنت تغلي الأسعار على نفس المواصفات على زيادة 5 إلى 7 إلى 8% ليش بدك ترفع الأسعار بمعدل بين 13 إلى 16% شو عطيت أنت شيء إضافة؟ وين النقل النوعي وين القفز اللي أنت قدمتلي إياها؟ وانتبه هيدا الأسعار كله تتسريبات أنا عمالي بحكيه لك بس الأسعار يلي موجودة حالياً على الإنترنت ويلي عمالي يحكي عنه أنه هيدا أسعار معالجات الجيل الـ 14 وإذا كان هيدا الكلام صحيح وسعر معالج الـ i9 صار بـ 695 دولار معالج الـ i7 بـ 484 دولار والـ i5 بـ 379 دولار فمعناتها أنت العمالة تتهبل علينا وداير الطمع على الآخر يعني صار فيه شجع لأكثر من ما أنت بتتخيل لأنه نفس الموضوع كمان هيدا نحن حكينا بأسعار معالجات الجيل الـ 14 بدك تروح كمان تطبع على لوحات الـ ohm يلي هي دعمة لمعالجات الجيل الـ 14 وهوني أنا فين نسميها المنافسة الغير شريفة يلي هي كلها تأتفائيات تحت الطاولة لأنه على حسب التسريبات يلي أنا شفتها لحد هلأ موجودة على الإنترنت بدك أن أسعار اللوحات الجديدة يلي هي Refresh بس عن اللوحات Z790 يلي هتبقى على نفس التسمية بس ممكن يزيدوا علي حرف بس عشان يميزون عن بعض بس هتبقى Z790 هيزيد سعرها بين 4 إلى 16 بالمية وانتبه أنه رقم الـ 16 بالمية هو هيكون إضافة على أقل فئة يعني اللي هي الفئة المتوسطة يلي هي فئة Pro مثلا بلوحات MSI وهيدي القفز المقدمة بهذا Refresh هتكون بس دعم لمعالجات إنتروجيل 12 و13 و14 هيدا الشيء كلياتنا عارفينه لأنه على نفس السوكت بالإضافة كمان لشوية أكسسورات Quick Release عشان يعطوك هنا مبرر للـ Refresh أساساً اللي عملوه والتغيير الأكبر اللي هيكون على هيدور اللوحات بدعمهم للـ Wi-Fi 7 ما بيدوقف أنا هلأ كثير على موضوع الـ Wi-Fi 7 أي نعم إنه موضوع مهم جداً وعملية النقل النوعي بين الـ Wi-Fi 6 للـ Wi-Fi 7 مستاهر نحن نحكي فيها سرعات حتزيد بس ما بيدوقف أنا عنها هلأ حابق بس بالشق الإخباري وكل هيدا الأمور مننا مبرر أنت لترفع من أسعار اللوحات وخاصة اللوحات المتوسطة اللي أنت ضربت سعره 16 بالمئة بس ألوك أنه IMD لوحاتهم أساساً غالية وشغالين تمام وعمل يبيعوا من دون أي مشاكل للاش نحن كمان جماعة انتل منغل لوحاتنا ونصير نقدر نكسب فيهم فلوس أكتر ويالله هيك وهيك أنه الكل عمال يشتري والكروت كمان تستمت على أسعار أزمة الكورونا والتعدين وهلأ اللوحات كمان على نفس الموضوع وتوقع كمان بالفترة الجاية يكون فيه ارتفاع فاحش بأسعار المعالجات أكتر من اللي سمعناهم بحلقة اليوم لحتالة تتماشى مع غلل أجهزة بشكل عام طبعاً هيدا الشيء كلياته يلقل له علاقة بغلاء المعالجات هيدا من رأسي أنا بس يعني تحليل بما أنه القطع كليات عمال تزيد ما هيخلو لك المعالجات بسعر رخيص لو حد بدأ تغلى الكروت أساساً غليت بدين يغلوا بعض المعالجات حتى ليصير كلياته بفاقة سعرية معينة يعني الأسعار كليات على بعضها بدأت تغلى واعكد الأحوال كلياته فترة بسيطة وبين كل شي على حقيقته لأنا ممكن الأسعار حتى كمان لأنا ذكرت لكم إياها مع الغلية لأنا حكيت عنه ما تكون صحيحة لحد اليوم هيدا كلياته تسريبات بس نحنا كلما نقرب على نقطة الإطلاق للمعالجات الجديدة بتبليش بقى تصير الأخبار صحيحة أكتر ونقدر نحنا نعتمد عليها شراء كنتي والعمل يصير بسوق الهاردور اكتب لنا تحت بالتعليقات وطبعا كمانا ما تنسى تعطينا اللايك اللزيز تشترك بالقناة وبشوفكم إذا الله راد بالحلقة الجاي والسلام عليكم